جماعة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء دايماً الحقيقة بيبهرني بإيه بقى مش بس بالعرض المعلوماتي وبدقة المعلومة والتنظيم بتاعها لكن بيبهرني إن الإنفو جرافس بتاعته أو الحاجات اللي بتتعامل العروض المعلوماتية اللي بيعملها لنا بتيجي في معادها ده بجد مش تزاري هتلاقي إيه جاية في المعاد بالمليا أيوة الواحد كده يبقى بيفكر عايزين نعرف كذا فتلاقي المركز الإعلامي دايماً جاهز بتقارير أكتر من رائعة المركز نشر مركز العام مجلس الوزراء نشر تقرير إنفو جرافس أو عرض معلوماتي لطيف جداً ليه لطيف بقى؟ لأنه بيسلط الدقاء على مش هقولك يا سيدي إشادة لكن شهادة حلو بتقول يا جماعة ده التقرير الجديد بتاعنا على مسألة الإصلاح في مصر والشرق الأوسط حلو؟ طيب وإحنا للأسف دايماً عندنا مشكلة في بلادنا كلها يعني في مصر وفي المنطقة العربية لو الخواجة قال حاجة وحشة يصدق ويتلاقي الناس قاعدة عملة بتشايرها وتتنقلها وأنظر إنهم ينظرون إلينا مش عارف إيه الحق ده مش عارف الوضع إيه امسك ده بيقولك مصر حصل فيها كذا ولو الخواجة نشر شيء إيجابي ألاقي الناس ولك إنها واخد بالها وملاقيش حد بيعلق يعني ده شيء بالنسبة لي غريب أنا مش بقولك ما تاخدش الحاجات بتاتخيواجها بالعكس الناس دي لما بتيجي يتكتب يا جماعة سلباً كان ولا إيجاباً الناس دي ما عندهاش مصالح الناس دي لا ترى الشخص لا ترى الدول هي ترى حقائق وأرقام فهتلاقي فيتش سولوشنز على سبيل المثال قايلين إيه مصر تنجح في تحسين نقاطها بإيه بمؤشر متعقب الإصلاح رغم الأزمات المتتالية تعال نشوف على الشاشة كده على شار حضرتك تشوف معايا ونتكلم إيه سوياً بص يا سيدي هم صفحتين ملهمش تالت قادي فيتش سولوشنز المصدر هو فيتش سولوشنز طيب والتقييم بيبقى من واحد لعشرة علشان برضو تبقى فيه تحسن مجموع نقاط مصر بمؤشر متعقب الإصلاح أنهي إصلاحي الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات البنية التشريعية وإصلاحات القوانين والأجواء الاستثمارية في البلاد اللي حضرتك هتشوفها في المنطقة الشرق الأوسط وبالتركيز على مصر لأنه احنا خدنا الجزء بتاع مصر هم شايفيننا فين هل عملنا إصلاحات متعلقة بجذب الاستثمارات إصلاحات اقتصادية إصلاحات عيكلية ولا لا وهل الإصلاحات دي نجحت في النهى بالرغم من الأزمات زي بتاعة أزمة الكورونا أزمة الحرب الروسية الأوكرانية طب تعال نشوف كده فتش سولوشنز بيقولك إيه بيقولك على سبيل المثال بدئين هم من الربع الرابع لسنة 2019 ده معناها أنه مصر محققين ست نقاط معناها أنه مصر عملت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات في البنية التشريعية وتحسين مجالات أو أجواء الاستثمار وإصلاحات في البنية المالية والسياسات النقدية فعملت ست نقاط ماشي؟ طيب تعال بقى إيه؟ ناخد بعضنا ونروح من الربع الرابع لإيه بقى؟ للربع الثالث في عشرين عشرين تبقى اللي فتش فبقينا أربعة ونص الله طيب كده كتير؟ آه ده الربع الثالث بتاعة عشرين وعشرين والربع الرابع بتاعة عشرين وعشرين والربع الأول بتاعة واحد وعشرين والربع الثاني بتاعة واحد وعشرين والربع التالت بتاع واحد وعشرين ليه بعرض لك ده بالرغم انه من ستة بقين اربعة ونص واحد علشان اولا فتش هي اللي قاية الكلام ده مش احنا دي فتش سولوشنز الحاجة التانية وهو اسهل حاجة انه كان المركز الاعلامي او انا روح جاي في البرنامج وشيل ايه اللي هما الشوية بتوع اربعة ونص دول لا ده انا هشلك كمان الخمسة والخمسة ونص واقول لك ايه بص شفت احنا فقى تسعتاشر كنا ست نقاط واحنا موجودين معاك في اتنين وعشرين احنا برضو ست نقاط ومحافظين على الوضع برغم الازمات المتتالية وكلام لا احنا معناش جني المصباح معندناش مصباح علاء الدين خالص احنا بلد تؤثر وتتأثر بمجريات الاقتصاد والازمات العالمية وعليه لما حصلت الكورونا في عشرين عشرين وطبعا تابعتها في واحد وعشرين كان طبيعا ان احنا كمان نتأثر فكنا بنحقق اربعة ونص من عشرة بدأت الازمة بتاعت الكورونا تنجلي فبدأت مصر هي كمان ايه تتجلى فروحنا طلعين نص نقطة فبقنا خمس نقطة وبعدين بدأنا في الربع الاول بتاع عشرين اتنين وعشرين قبل الحرب ما انت خليك اننا افتكر انه الحرب كانت في اربعة وعشرين فبراير عشرين اتنين وعشرين طبعا عندي الربع الاول ينتهي يوم 30 مارس الازمة بتاعت الحرب تبدأ بقى ايه تبقى واضحة جدا وتشد على العالم بطبيعة الحال مهمش من اللحظة الاولى لكن لما تبدأ السفن تتأخر ولما تبدأ الصادرات بتاعت الدول دي من الاقماح والغلال الى اخره نبدأ نحس بالتأثر لكن وبالرغم من ذلك انت حققت خمسة ونص خمسة ونص نقطة في الربع الاول بتاع عشرين اتنين وعشرين ولانك انت فعلا بتشتغل بجهد حثيث وبدقة واصلاحات هيكلية حقيقية هتلاقي ان احنا حققنا ست نقطة في الربع التاني بتاع عشرين اتنين وعشرين ومكملين في الربع التالة عشرين اتنين وعشرين وانت عندك ازمة تعصف بالعالم هو ده مش مؤشر اقتصادي ده مؤشرات الاصلاح هل مصر وقفة مكانها ولا بتعمل حاجة اسمها كده بتقدر تستمعي يقولك اعادة التموضع اللي هو ايه انا واقف فين طب انا محتاج ايه طب انا لازم اعمل ايه علشان اعمل عملية جذب الاستثمار اعمل ايه علشان اشجع الاستثمار الداخلي الوطني واعمل ايه علشان اجذب الاستثمارات الدولية سواء اذا كان جايالي من المنطقة العربية او جايالي من الاوروبيين او الامريكان او الاستراليين الى اخيره ابدأ اشتغل على نفسي ده اللي عملته مصر فاشتغلت فحققت ستة وبعدين ستة وبعدين تيجي في الربع الرابع اللي احنا عايشين في ده ستة ونص في المئة شوف هنا بقى فتش بتشرح ده ازاي توقف بالك علم مصر علم المملكة العربية السعودية علم الامارات العربية المتحدة العنوان بتاعهم بيقولك تقود مصر الى جانب السعودية والامارات الزخم القوي للاصلاحات بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وان تلك الاصلاحات التي تطرقت لمجموعة واسعة من المجالات القانونية والاستثمارية والمالية طيب بتكمل فتش سولوشن في هذه الشهادة اللي ما هيش مجروحة على الاطلاق شهادة بتاعت مؤسسة للتقييم ما بتقولك وصلة مصر جهودها الاصلاح من خلال تحرير سعر الصرف تشجيع مشاركة القطاع الخاص جذب الاستثمارات الاجنبية وانا توقع ان يظل زخم الاصلاح قويا مش متوازنا مش متوسطا مش مستقرا قويا يعني المرحنة صاعد في مصر خلال الفترة المقبلة نظرا لحاجة مصر الى جذب رؤوس الاموال الاجنبية بصورة اكبر وتلبية متطلبات الشراكة مع المؤسسات الدولية تخطي بالك من كلمة الشراكة تمام للنهوض بالقطاع الخاص ده كلام فتش تعال ناخد الصفحة اللي بعدها ايوة رقم اتنين خش على اللي بعد وانيدو بص يا سيدي مصر تحقق افضل تحسن بمجموع نقاط المؤشر على مستوى المنطقة مقارنة بمستويات ما قبل الازمة الروسية الاوكرانية طبعا انت اول حاجة هتبص عليها هتقول لي لا استنى الامارات ما شاء الله ما شاء الله محققين تمانية ونص نقطة اقولك صح هتقول لي طب ده السعودية محققة سبعة ونص نقطة انت ستة ونص نقطة يوسف يعني ايه تقول لي ان مصر محققة افضل تحسن بمجموع النقاط اقولك لا ما انت اصبر بقى فتش هنا وهي بتقيس هي بتقيس معدل التحسن مقدار التحسن زي بالزبط ايه فلان الفلاني امتحان الشهر اللي فات كان جايب مثلا خمسة على عشرة كويس وبقت اقرانه جايبين ستة وسبعة طيب امتحان الشهر اللي بعده فلان الفلاني جاب سبعة من عشرة او سبعة ونص من عشرة ده معناها ايه لأ كنت خمسة طيب بقيت ستة ونص من عشرة ده معناها ان انا زايد واحد ونص نقطة بس زمايلي زايدين نقطة واحدة يبقى انا معدل التقدم بتاعي اسرع ولا زيهم ولا اقل انا زايد واحد ونص وما زايدين واحد بس لا يبقى انا كده الاسرع هتقول لي بس انت بدء من الاقل هقولك مهنالة طالما انا الاسرع وده هنا بنسميه الزخم المومنتم زي بتاع العربيات كده يقولك التورك بتاع العربية واللي بيخلق مومنتم يخلق زخم الناس بتاع تلفزيا فهمها ده كويس فاقدر ان انا اعدي حتى اللي سبقني ابسطها لك على رأيه انه سيحصل حسن الله ارحمه يا رب بتشوف واخبالك في سبقات العربيات بتبقى الحلبة بتاعت السبق كده بتلاقي فيه عربيات قدام تحصل الراية بتاعت الانطلاق فبتلاقي الناس انطلقت طلعت له قدام كده ما فيه ناس سبقه مش بتلاحظ ان فيه عربية بدأت تتقدم من ال تن تاك 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 وتسبق دي مصر ده الجواد الرابح بص بقى سيدي مصر كانت خمس نقط وبقت ستة ونص نقطة الامارات العربية كانت سبعة ونص نقطة بقت تمانية ونص نقطة يعني زايدة نقطة واحدة في مقدار التحسن لكن انا زايد واحد ونص المملكة العربية السعودية كانت ستة ونص نقطة وبقت سبعة ونص نقطة يعني زادت في مقدار التحسن بس نقطة واحدة بس انا زايد واحد ونص نقطة انت هتلاقي نفسك بعد كده بص يعني المنافسات في الحاجات اللي زي كده بتبقى رائعة ما تزعلش وخد بالك أنت بتتكلم على بلد زي الإمارات هيعمل إصلاحات من بدري وقاعدها بتعمل عملية جذب استثماري من زمان وكلام من ده صح؟ ما شاء الله عليهم وبالرغم من ذلك هم كمان شايفين أنه في ظل هذه الأزمات يجب أن هم يعملوا المزيد من الإصلاح المزيد من خلق أجواء جاذبة لاستثمار بس مقدار التحسن بتاعه نقطة واحدة كذا الحال عند المملكة العربية السعودية مقدار التحسن بتاعه نقطة واحدة أنا عملت واحد ونص نقطة فأنا عندي معدل تصارع أعلى بعد شوية هسبق وهم هايبقوا مبسوطين زي ما احنا مبسوطين وهم سبقنا دلوقتي هما هينبسطوا مننا احنا كمان لما نسمق في النهاية خالص الخير بيعم احنا هنا بنتكلم على اقتصاد لهذا الإقليم يؤثر في يوم من الأيام فعلا تأثير حقيقي وجزري وهنشوف اليوم ده قولوا إن شاء الله سبحانه وتعالى هنشوف اليوم ده عندما تؤثر الاقتصاديات العربية على الاقتصاد الدولي بص بقى هنا فتش قالت لك مصر تحقق أفضل تحسن بمجموع نقاط المؤشر على مستوى المنطقة مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية هتلاقي إنه شققتنا الجزائر ما قدرتش إنها تحقق مقدار تحسن جديد هي وقفة عند واحد ونص نقطة إيران وقفة عند واحد ونص نقطة العراق وقفة عند واحد نقطة التلات دول وقفين بمقدار تحسن صفر طيب ده كلام مين؟ هل ده كلام مصر؟ لا كلام مؤسسة مصرية؟ لا ده كلام مؤسسة دولية زي فتش أنا مش بقولك الكلام ده عشان تثق فيه كلام المؤسسات الدولية وحسب ولا تثق فيه المؤسسات المحلية أو الوطنية أو العربية لأ عليك أن تثق في الاتنين لأنه بمنتهى البساطة الاقتصاد لا يعرف الرحمة خالص الاقتصاد هي لغة الحقيقة والرقم فقط لا يعرف الرحمة لا يعرف المؤامات هنكسب لعبنا سوا هنخسر معرفكش هو الاقتصاد كده فالمؤسسات ما بتهزرش في الكلام ده